السلام عليكم ورحمة الله وبركاته طبعاً رح نكمل الجزء الثاني من المحاضرة الأولى عندنا أنواع الربط احنا هسه شرحنا تصنيف الشبكات من حيث بالجزء الأول تصنيف الشبكات من حيث الموقع الجغرافي يعني من المساحة الصغيرة إلى الأكبر الآن وصلنا إلى شبكة الانترنت هسه نشوف طرق الربط طبعاً تختلف طرق الربط هي ترتيب الحواسيب أو الأجهزة الموجودة بطريقة الربط مالتها الربط ممكن يعرف physical يعني ربط فعلي أو logical يعني افتراضي بالنتورك طبعاً اللوجيكال والفيزيكال هو نفس الاختلاف ممكن يكون نفسه ممكن يكون يختلف بنفس النتورك عدنا هسه نجعل طرق الربط point to point يعني واحد الواحد نقطة نقطة أو نقول ممكن نسميها طبعاً هنا رح يكون طرفين two host هاي طبعاً اللي ربطنا بالمختبر اللي جربنا بالمختبر أول شيء أول شبكة أنه الجهاز واحد ويه جهاز آخر الجهازين يعني point to point ممكن يكون حاسبين ممكن يكون switchين يعني أجهزة routerين أو serverات اثنين الربط يكون يسمو back to back طبعاً رح يكون single الجزء مفرد يعني cable واحد الكابل احنا جربنا قلنا crossover crossover هو عبارة عن cable يستخدم الربط جهازين متشابهين طبعاً زين هنا الاستلام طبعاً رح يكون بيناتين استلام و رسالة استلام بيناتين طبعاً لأن طبعاً كل واحد هنا رح يكون multiple intermediate device هنا حالياً الربط مباشرة احتمال بعدياً صير انه اكو اجهزة بيناتهم وسطية الend device هنا رح يكون دائماً هو مربوط مباشرة سوية يعني هاي طريقة الربط طبعاً اشوك يفشل الربط اكيد يفشل الربط في حيات انه هذا الكابل صار بمشكلة يعني اكيد بمشكلة 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 host يعني اكثر من جهاز احنا قلنا الاجهزة اما نسميها end device او سميها host او سميها computer او احنا مننقل ننطق computer بصورة عامل يعني ممكن يكون مختصة طبعاً CSMACD يعني يكون يسيطر على هذه حتى تحل هذه المشكلة زين ممكن انه هي طبعاً واحدة من طريقة الربط ايش وقت يفشل الربط يفشل في حالة انه فشل جزئي اذا كان هذا اذا واحد من عندهم فشل ما يأثر على الشبكة ككل لانه بس هذا اما اذا الفشل الكلي طبعاً هذا يسموه جزئي اما يكون الفشل كلي اذا هذا الشير الكمنيكيش الان هذا الان او الكيابل الذي يوصلهم هو اصلاً هذا صار بيعطل اذاً كل الاجهزة رح تقعد يعني اصلاً كشبكة فشلت رح يكون فشل بالسيستم كله زيان عندنا الاند هنا يلقى هذا الطرفية ترمينيتر يسموها يسموها الانتين ترمينيتر طرفية البيانات رح ترسل طبعاً باتجاه واحد ورح توصل الترمينيتر طبعاً من توصل للنهاية بعدين هذا رح النهايات هي رح تشيل تحذف البيانات من توصل اللي هنا تحذف من اللاين زيان نجعل تقنية أخرى هي سموها الستارتاب والجيل حلقي طبعاً الحلقي شفتوا انه ذني الطريقة نلقبلها بالسكيابول هنا رح يستخدم الهوست رح تستخدم الجهاز للسنتر المركزي طبعاً يسموه hub device رح نحن بدينا بالمحاضرة بالعمال وان شاء الله المحاضرات الجاي رح يتوضح عمل العمل للأجهزة منافذ نسميها بورتات يربط مجوعة من الهوستات سوية point to point طبعاً الربط يعني شنو point to point يعني فقط هذا واحد دا يتصل بورت هذا وهنا هذا عنده بورت دا يتصل منه يعني كل واحد إلى بورت كل واحد عنده منفذ دا يتصل به الهب رح يكون هو المركزي ممكن انه بالليار على هذا يحش على الليرات بالليار الأول ممكن يكون الجهاز أما هاب أو ريبيتر بالليار الثاني ممكن يكون سويت أو بريت بالليار الثالث ممكن يكون راوتر أو جيت وي إن شاء الله من نشرح الأجهزة بعدين نحاول نربطها بالليارات يعني هذا طبعاً الفيزيكال وهذا الداة لينك وهذا النيتوار بالليار بالباستيبولوجي الهاب رح يكون هو عبارة عن هي النقطة للفشل يعني إذا فشل هذا الهاب صارت بمشكلة أو عطل كل السيستم عطل بينما إذا عطل وحدة منهن لا هذا طبعاً الفشل الكلي إذا الهاب فشل بينما الفشل الجزئي لا إذا إنه وحدة من عندهن فشلت ما تأثر على البقية يعني هو ما مربوطات سوية يعني كل أحد الهبورت خاص به إذن ما يأثر طبعاً الستار هو طبعاً ممكن إشغالي بالربط وهو يطلب حتى بال بالإعدادات يعني هم بسيط نجعل الرينغ من اسمه هو الرينغ حلقي طبعاً هنا رح يكون كل جهاز مربوط بالثاني عن طريق كيابل وبتكون دائرة بالهيكالية طبعاً الإرسال طبعاً هنا نرجع على الإرسال أنا عفو ما حجيت به هنا هنا حجينا به وهنا الإرسال هنا طبعاً أنا بالمحاضرة العمل اللي رح تر لهذه طبعاً الإرسال رح يكون عن طريق الهب ترسل المعلومات والهب هو اللي يوزع ونوضحها أكثر بعدين إن شاء الله هنا لا رح يكون الإرسال المشكلة إنه هذا إذا يريد يرسل هو لازم يعني هذا نطيع رقم واحد اثنين ثلاثة المشكلة هذا إذا يرسل لثلاثة ما يقدر مباشرة ماكو تصابعات لازم يمر بالثانية يعني يلا يوصل للثالثة ونفس الحالة يا أما إذا يريد يصل للرابعة عنده طريقين الرابعة ممكن الرابعة مباشرة أو ممكن يفوت بلن يكون هن يلا المهم الفشل ما تيكون في حالة إنه الكابل وحدة من الهوستات إذا فشلت رح يقاعد كله فعلاً لين هو حلقي يعني انفصلت الحلقة بعده كله رح يكون يفشل ما عنده فهذا مواصفات قوية هو أصلاً بسيط طبعاً لأن قلنا إحنا الكابل هو ممتصلات الناب كابل والإرسال للبيانات رح يكون لازم يعني هم تجاورات يعني لازم يمر عليها من كلهن والإدارة طبعاً تكون احتمال تحتاج في حالة فشل يعني الكابل العطل أو ممكن هاي تعطل يعني يحتاج أنه تصليح في حالة هاي بعدين احنا محش نهاز بإصلاح الشوان ممكن أنه يصلاح الخلل بس ممكن أنه هنا مطين أنه الإدارة ممكن تحتاج إلى كابل إضافي أو خارجي نجعل المش تفولوجي المش من اسمها هي المتصلات بقناة قطعية يعني كل جهاز هنا شوفوا هذا هذا جهاز واحد هذا متصل بأربعة البقية يعني هنا خمسة كلهن متصلات واحد باللاخ سوى يعني هذا متصل شوفوا هذا اثنين ثلاثة أربعة خمسة هذا نفس الحالة إذن هي عبارة عن مجموعة من مربوطات سوى على طريق بالبقية بالبقية الهوست ممكن يكون طبعا المش العفو أنواعها نوعين ممكن يكون مش ممكن يكون مش يعني كل المرتبطات سوى كل الهوست مرتبطات بوين بوين في البقية نجي إذا ريد نطلع إذا عدنا عدد الهوست هو خمسة الحاسبات خمسة المهم إذا عدد الحاسبات خمسة شون نطلع هاي الكميونيكيشن الكيابل شون نطلع طبعا نطلع هاي المعادلة N في N ناقص واحد على الاثنين الشون يعني خمسة عدد الان هي خمسة في عفو في أربعة يعني نطلع حصير N ناقص واحد أربعة تقسيم عشرين تقسيم العفو الاثنين هو رح طبعا يصير شوية بطوء طبعا بيها مدى سيطر هالجد المهم هو رح يطلع عشرين على اثنين يطلع عن عشرة فعلا هس إذا تحسبوهن المهم هنا رح يصير خمسة في أربعة يطلع عشرين على هذي على اثنين يطلع عشرة بعدين إذا غيرنا العدد ممكن يكون ثمانية ثني ثمانية شوان أطلع عدد الكابولات حتى أريد أرسم مثلا نقول ثمانية في سبعة ثمانية في سبعة ناسيت أطلع عفو ستة وخبسين تقسيم اثنين عدد الكابولات إذا نقسم شتة خمسين على اثنين المطبول أعتقد يطلع ثمانية وعشرين أعتقد ثمانية وعشرين المهم طبعا هنا راح نقول بالميش يوفر التصال بالكل بينما مو الكل متصلات ممكن بعض يعني متصل لهذه بينما إذا أنا أقول لك بالهذه عندك ميش مربوطات حاسبات مربوطة بالميش تابولوجي عدد الهوس عندك وطلع لعدد الكون تطبقون هاي المعادلة عدد الهوس هو يعني طبعا زين نجعل التري تابولوجي واع من شكلها هذه طبعا هي هيراركي يعني متدرجة هي طبعا معروفة بالنتورك تمثل ربط يعني خلينا نقول امتداد للستار يعني هي بالحقيقة شوفون ما اخذ مواصفات من البس ستار هذي كإنما ستار زين شون ما اخذ مواصفات الهناي البس يعني هنا الكيبل هو الحاكم بين اتنا او اللي هذي بس هو هنا ايضا الجهاز الرئيسي طبعا هو الشي اللي يربط الرئيسي طبعا هو جهاز اكيد يعني التابولوجي رح تقسم النتورك الى عدة الليارات او الليبرات يسموه مستويات الرئيسي طبعا هو هو هنا اكو ثلاث انواع رح يصير من النتورك ديبايز عدة المستوى الاوطاء والوسطي والاعلى طبعا هنا هذا الور الاكسس لير هذا يسموه زين الكمبيوتر كلها طبعا هاي اللي هي موجودة بيها الوسطي هو الدستوربيوشن اللي طبعا دايوزع زين هذا طبعا اللهاية نوصل الى الحاسبات هذا الوسطي اللي هو دايوزع وهذا الرئيسي الليار اللي هو الأبر او يسموه الكور الجوهري او المركزي طبعا هو الروت اللي هو الجذر يبدي من الى النهاية زين كل الهوست هاي هاي مربوطة طبعا هاي هاي الجهاز و اكو تشابه بين في حالة انه الروت هاد شنو يشبه هاد الروت الفصل زين كل رح ينفصل يعني كل رح يصير بمشكلة هاي هاي طبعا كل الكنكشن سيرفر بالبوينت رح يبشل اكيد قلنا وممكن تنقسم الشبكة هذا اذا فشل يبشل كل النظام هذا اذا فشل واحد لا هذا جزء رح يكون وايضا هذا واحد من ذنب تأثر المهم عنده صفات الستار هذا مربوط كأنه بعدين بالنهاية وما خلق الصفات ايضا قلنا الخلل في حالة انه مشوكت كان هذا الجذر الكور الجوهري هو فشل فراح يقعد وممكن انه يقسم ها الى عدد ازاء يعني سيجمنت منتصلة الدزي تشين كأنما سلسلة لشوفوها هي صحيح point to point بس مربوطة مجموعة يعني مبس اثنين كأنما يعني خطي بيها شبه من الرين بس الفرق لأنه النهاية ممربوطة سوية من الحلق زين النهاية ممربوطة هنا رح يكون ما ما متصل يعني بالرين مثل كل المربوطات سوية هنا رح يمثل single point failure يعني كل link إذا فشل رح يكون فشل single منعزل يعني هذا رح ينعزل رح يبقى مذني متصلات يعني ما يكون فشل كامل إلا إذا كل الكابرات المتصلة عطلت هذا فشل جزئي يعني هذه هذه يعني خلني نكون راحة والمهم إلى آخر طبعا رح تقسم إلى مجموعة أيضا مجموعة من segment العفو إذا هذا مثلا عطل رح يكون two segment الوسط يحول الموصول طبعا هو رح يبقى يشتغل أكيد ما إثر على الوقت إذا كان هو مفصول الكابر هنا طبعا عندنا الهاجينة مشتركة بين مجموعة من أنواع الربط الهنا رح يكون أكثر من نوع ربط لذلك يسموها هاجينة أو يعني ما أخذ أكثر من طبعا هنا تأخذ الصفات من شوف هنا ستار بستار بستار ومربوط طبعا أكيد 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 أجلسة هنا طبعا رح يكون قلنا ما أخذ من الخواص ما الستار والرين والباس والدزي كلها كأغلب شبكات الوان مربوط بهذه الطريقة يعني عبارة عن حلقات متصلة وبالنهاية توصل بستار تابولوجي زين يعني حلقات وبعدين توصل أغلبها بهذه الطريقة لذلك الهايبرد في الطريقة معروف بالإنترنت ومن أكبر طبعا الفشل شوك رح يكون إذا فشل هذا الجهاز فبس هذا الطرف رح يفشد هذا ذني رح يبقى متصلات سوى هو صراح رح يصير هاي الطرف يعني يشتغل هذا الطرف رح يفشد أما إذا طبعا هو فشل كامل شوية صعب لأنه لازم ثلاثة عطل ذني أو الرينج إذا عطل كله يفصل هالثلاثة ثن بس بالحقيقة يبقى يشتغل يعني البرمجيات الموجودة بالشبكات البروتوكولات الموجودة اللير اللي شرحناه ورح تشرح في المحاضرة الجاية إن شاء الله الديزاين النسخ المختلفة من الليرات طبعا حسب الموديلات الكونكشن أوريينتد والكونكشن لس سيربس إذا تذكروها العام شرحناها السيربس بأولويات الخدمات الرئيسية أو الأولية العلاقة بين السيربس والبروتوكول هن شاء الله رح تنشرح في المحاضرة الجاية تطبيقات النيتورك شنية شو توفر لنا فوائد شنية الفوائد نحصلها من تطبيقات النيتورك مشاركة البيانات مثل البرنتر ممكن جهاز خزن تبادل البيانات مثل الإيميل أو الFTP يعني مشاركة الفائلات طبعا ترانسفير بروتوكول باستخدام الويب أو الانترنت التفاعل بين اليوزر باستخدام الدايناميك الويب الفيج الصفحات الويب المتحركة أو المختلفة الـ IP phone اللي هي الموبايلات والفيديو كونفرنس نحن نقدر فتخدمات أنه فيديو كونفر صعب فقط الفيديو أنه أنا ممكن أنا أدخل اجتماعه عن طريق البرامج فيديو فيديويا أنا أكون حاضرة بارالل كومبيوتينج اللي هي المعالجة المتوازية بنفس الوقت أنه أكثر من سابقا نحن قلنا نسوي يعني شغل واحد جوب واحد هذا مقضيها بالـ OS بنفس بوقت واحد هس حاليا لا بما أنه عندي شبكة لا أقدر أكثر من شغلة بارالل بصورة متوازية كانت أكو مادة ولا أعرف بصراحة بعد كنت أخذوها إن شاء مادة كاملة يعني هذه المعالجة المتوازية إنستاك مسيجيك تبادل طبعا المسيجات بصورة عامة بغض النظر عن نوعها يعني سواء كانت كتابة أو صوت أو فيديو أو صورة إلى آخر يهل حد هنا خلص الجزء الثاني من وإن شاء الله تكون طبعا هذا طبعا اليوم استخدمت برنامج الزوم بالتصوير ما عرف فإن شاء الله من نكمل وشوفون الفيديو أتمنى تكتبوا لي الفرق الآراء عن التصوير بالفيديوات بالعام السابق وأشوف إذا نبقى على الزوم أو أرجع على البرنامج للشركة أصور بيه ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر